كل عام وانت بألف خير معاذ ورانيا وجميع العاملين بقناة رؤيا يعني وجميع الموجودين عندك وكل عام ومشاهدين بألف ألف خير يعني فعليا احنا اليوم يا معاذ رحنا اخدكم معنا من خلال صوت ضيفتي غزل رحنا اخدكم تحديدا لحتى تميلوا على بلدي وعلى شاطحي فتاخدوا لكم تذكار من هناك بعدها منروح مشوار على عكا ومنشرب القهوة في وادي عارة واكيد بدنا نقول للليل انه يشهد ان احنا ما مننسى اسران البواسل ومنترحم على شهدائنا الأبرار بأيام العيد المبارك وقلبنا دائما سيعتصر بالأمانة للفرج القريب والعاجل لكل الفلسطينيين يعني فعليا اليوم فقرتنا مميزة جدا بوجود فتنة الرائعة غزل غريب فنانة فلسطينية ساعد صباحك ساعدين جدا بوجودك معنا وانا اكتر وانا متشوقى اسمع صوتك ونسمع السادة المشاهدين يعني الصوت العذب الجميل بس بالبداية هيك حب اعرف يا غزل منك مين اللي اكتشف موهبتك بما انك لساتك بعمر صغير يعني عمرك 17 سنة وبلشتي من وقت كتير برضو طويل انك تغني فمين اكتشف هالموهبة سيدة ابو امي طيب حكي لنا كيف اكتشف الموهبة اول شي كان عمر ست سنين لما بلشت اغني كنت اقلد بفنانين فاكتشف سيدة انه عندي انه اكتشف انه صوته حلوه وبنظره انه صوته حلو كان فبلش يطوير لي بصوته ويوديني معاهد وهيك واسه بيدعمني وبروح معي كمان مقابلات وكل هاي الشغلات ومن وقتها وانا يعني سيدة ابو حضرنا طبعا وجهل احلى تحيي كمان يعني كل عام هو بخير وكل عام قلت اكيد بخير بس قبليها غزة الحبين نسمع مع السادة المشاهدين اغنيتك اللي اطلقتيها حديثا واسمها ليلة من رمالة فخلونا نسمع مع بعض الفيديو فصورتيها هون بالضفة صحيح وسميتيها رمالة ليه اول شي صورناها بنابلس بمطعم رمان وعند بانا فيلا طبعا غنية عن التعريف صورناها بنابلس لانه اول اشي نابلس كتير منطقة حلوة وكتير حبه هو الدكتور قاسم اول اشوان نصور فنبسطنا كتير غاد وصورنا كانت المناظر كتير حلوة وبس اكيد من وجهه لتحية الدكتور قاسم هو يعني اللي بشرف على كتابة الكلمات والالحان ايضا نحكي لنا شوي عن موضوع الكلمات والالحان اول شي برضو دكتور قاسم غني عن التعريف وانا صرت واثقة بكل شغله وكل عمل ولحن وكلمات بعطيني اياهن فصارت هيكا ثقة بناتنا انه اي اشي بعطيني اياه راح يلائم صوته فدكتور قاسم كتير كمال موهوب غير دكتور اسنان وعنده موهب انه يلحن ويكتب يا ري تكسبناه يعني وكان موجود معنا لحظة بس هو مشغول عنده برضو قديش بريح الفنان انه يكون يعني متوافق ومتفق مع الكاتب والملحن كتير كتير اشي مهم انه يكون فيك ثقة وانه يكون واحد مرتاح مع عباله عشان يعطي المكسيموم متاع ويكون الاشي كله اكيد جربت تشتغلي مع حدا تاني ولا خلاص انتفقتي مع دكتور قاسم وخلاص الصراحة كل غنانية مع دكتور قاسم كانت يعني ما صرش فيه مناسبة انه يكون مع حدا تاني طب حبي نسمع بصوتك مقطع من اغنيتك ليلة من رماله بما انه احنا موجودين برماله بليلي كانت برد ناطر عباب البناي بيدك باقت ورد سري مري رايح جاي اشتقتلي هل قد ناقص تكتبلي غناي اجرى من عناك مجنون نظرة عينك بتخلي احلى دنيا بتلبقلي ريت وقلبك يسلملي وتسلم العيون نظرة عينك بتخلي احلى دنيا بتلبقلي ريت وقلبك يسلملي وتسلم العيون ما شاء الله يعني فأجرمان عني مش ادرا اكيد في ناسي ممكن ما بتعرف ايش يعني أجرمان عني هي كلمة فلسطينية حكينا شو معناتها اول شي سري مري يعني رايح جاي رايح جاي واجرمان عنك عشان هيك مجنون يعني هي أجرمان عنك يعني عشان هيك اوكي انا بفكرها مثلا غصبا عنك عشان هيك اوكي 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 جميل يعني عم تختاري او عم يعني انتي والكاتب والملحن عم تختاروا نوعا ما كلمات او مصطلحات فلسطينية فتلبق مع الاغاني وعم تمشي مع الاغاني حلوة الناس كيف عم مثلا يعني تتفاعل معها بما انه يعني هيك كلمة حلوة بتيجي وقعها عدان أجرمان عنك وسري مري يعني الواحد فكر حاله بحكي هيك يعني اللغة المحكية اول شي كتير الناس حبت هذا النوع من الغناني انه مفوتين لهجة فلسطينية بالغنانة وهتا فيه متابع إلي قال لي زي لقمي بتبهدلني زي رايح جاي سري مري فكتير الناس حبت وتفاعلت كتير مع هدول المصطلحات البلغنوية وقداش دو قولك حبوا يعني كتير كتير حبوا هاي هدول المصطلحات البلغنوية وبالك اه صاروا يتداولوهم مثلا على السوشال ميديا طب بنرجع نحكي كمان عن موضوع بما انه زي ما حكينا عمرك 17 سنة يعني اسم الله عليك هالقد صغيرة وهالقد اسم الله صرتي عاملة أغاني كتير لإلك انتاج خاص يعني فيك كيف وفقتي بين هذا الموضوع وبين دراسك يعني احنا أجلنا المقابلة أكتر من مرة لأني كنت تقدمي امتحات فاحكي لنا اول شي انا بحب شو بعمل كتير بحب شو بعمل اني بغني وبورجي صوتي للناس وهيك فعشاني بحب شو بعمل بعرف انسق وقت بين وقت الدراسة ووقت انه في عندي غنانة خاصة وانت اسجل وانت أصور فوقت الدروس دروس ووقت الغنانة غنانة طب هلأ ايش خلصت انتي يعني ايش المرحلة التعليمية اللي خلصتها ايصب انا صفح داعيش يعني رايحة توجيهة زي ما نقول ايصب توجيهة ايوه علمي ولا ادبي انا لا علمي علمي ما شاء الله يعني شو ناوية ان شاء الله تدرسي والاناوية تكملي بالغنى ما هو كتير الناس تفكرني انه انا ده اكمل بالغنانة انا لا ممكن انه اكمل بالغنانة بس انا حابة بيطرة ايش مع الحيوانات كتير محب بالحيوانات طب شو كان ردت يعني مثلا بتخيل حلو انا بغني وهيك اصير اعمل اغاني بالمدرسة شو رح اشوف حالي بين ولا تصفي وبنا تصفي شو كانت ردت فعلهم حلو بيشوفوا كنيجمة مثلا فنانة يعني صراحة انا صحاب مع الكل بدلا ان يشفون انه انا خلص بعدني بالمدرسة ولا يعني كتير اول ش دعموني نزلوني عند ع السوشال ميديا وهيك بس ما صرش شي كتير انه يعني نتقابل كتير لانه صارت فترة الكورونا وقت لما نزلت اول غنوية اليه وما صرش في تواصل كتير بين بنات ولا تصفي واسا عم نرجع شوي شوي عم نرجع فاسا ببلش انه اشوف كيف ردت فعل ولا تصفي طب احكيلي غناتي قدام جمهور اكيد هل عندك الرهبة يعني في فنانين كبار وصلوا لمراحل كتير كبيرة وهل قدى مشهورين بس لسا في عندهم رهبة المسرح عندك اياها طبعا لانه هاي مسئولية انك تكتسعد اللي قدامك وديك تقدمي احسن اشي فاكيد الواحد عنده رهبة على المسرح طب شو بتعملي حتى يعني هيك تتجنبيها لا بغدرش اتجنبها لا لأ ده البطني وجعني قبل حتى المقابلة اسا بطني صاري وجعني قبلها وكمان برضو حفلات وهيك بس شو ده اعمل يلا مع الوقت بلكي هاي الامور اكيد بكة ايوم مع الوقت شوية شوية بخافي يعني اولها كنت شالم اغضرش ما كنتش اكل اشي يعني كانت مثلا مقابلتي او حفلتي على الخمسة من الصبح ما اكلش اشي خلاص عارف تتوتري اه على الاخر طب خلينا نطلع من اجواء التوتر ودي حكي قبل الهواء قلتلي انك بتحبي تغني لمطربين عرب مغنيين اخرين يعني انت مش بس بتغني اغنيكي فحكتلي بتغني لحسن الجسم اغنية كتير حلوة هيك بتعطينا هلا بوزيتيب انرجي تغني لنا ياها طبعا سر الحياة هي مش لحسن الجسمة لاشو اسمها عراقية غني لنا لو فكرت وانستك لو قلت ما حبيتك المنح باي الناس ما بها من حنيتك ما بها من حنيتك تخيل حياة بدونك اكره الجل شلونك سر الحياة مو بالمي لا سر حياة عيونك سر الحياة عيونك ويلي بشر مليان حب وحساس من فدوا ضحكت ويلي واحد بس اشوف الناس كلهن بك انت مالت انت وبس لي احساسك انسى كل شو بي دو خراسك انسى كل شو بي دو خراسك انسى كل شو بي دو خراسك يا تسيك العافية يعني ان شاء الله بنشوفك على مسارح عربية وبتغني يعني مع مطربين عرب احكيلي انت شفتك باكتر من اغنية بتغني بديو مع مغنيين اخرين فكيف لقيت التعاون مع مثلا مطرب اخر او مغني اخر كيف كان التوافق بينكم وعلى ايش يعني بتعتمدوا بالتناسق بالاصوات ولا كيف تختاري مع مين تغني صراحة اذا اصدق عميل على بلدي الدكتور قاسم هو اللي اختار انه مين ومين يكون يغني فالتقينا عنا بالبيت وشاف صوتي وصوته اذا متناس قطعة بعض وقرر انه انا وشلب نكون وطبعا بوجه لتحيي لتحيي لتشلبة اكتر بوجه لتحيي اول اشي انا وشلبة كتير كتير كان فيه هيك ايوه كيميستري ايوه كيميستري بناسا لانه اول شي هيك روح ومرحى بيعرف فيه يخذ ويعطى هيك كتير كتير بني ادم عن جد بني ادم يعني فكتير كتير كان اول شي دي وكتير حلو وكتير متوافق الناس كتير حبته انا فعليا كل يوم لازم اسمعها اغنية ما يلعب لدي واكيد بعد ما نرجع من الفاصل راح نسمعها ونشوف الفيديو ونشوف مقاطع من بلادنا قديش احنا تحديدا المحرومين من انه نشوف بلادنا ندخل على نروح زي ما قلتوا بالاغنية على شواطئ حيفا ونروح على سور عكا ونروح على كل قرانة ومدننا الفلسطينية واكيد فلسطيني الشتات الموجودين بشطة بقاع العالم ممكن انهم هيك يشوفوا شوية امل بالمشاهد اللي عرضتوها من خلال ميل على بلدي بس قبل ما نحكي عن ميل على بلدي ونطلع فاصل حبه اعرف منك عن اهلك اهلك قديش دعموك يعني فعليا امها واختها كانوا موجودين معنا يعني اجوا مسافة اربع ساعات خمس ساعات من كفور كنة حتى يكونوا موجودين معك ويدعموك ويشجعوك احكي لي عن اهلك يعني شو دي احكيت احكي اول شي طبعا بدون دعم الاهل انا كنت شواصلة اللي قصة واصلته وغير اهلي بدي اشكر كمان دكتور قاسم برضو انه امن بموهبتي وانتج لكل هاي الغناني وطبعا كمان سيدي اللي اكتشف لي موهبتي برضو لو لا انا بكنش هون فالاهل يعني اشي اساسي بانه الاهل يدعموك بهاي المسيرة حتى شفتك قديم مع اختك كمان حتى باختيار الاغاني تسألوا بعض تستشيروا بعض كيف يعني بتلاقي انه مثلا ممكن يعني ادابي تأثر وجود امك واختك معاك اول اشي اختي قبل ما تكون اختهي صاحبتي بتعرف كل شي عني بتعرف شو بحب وشو بكره وكمان هي بتقولي شو اغني وعا الانستجرام يعني على السوشال ميديا هي بتقولي شو انزل شو استدارج شو اغني فكل شي بتحكي لي يوم بظبط يعني متلا فيه اغنوية استدارجة نزليها تضرب ترند يعني فامي نفس الشي كمان وعائلتي كلها وابوي واخوي كل النفس الشي يكونوا المستشارين هما من عيلتك يعني اكيدا هنصحوك بثقة يعني بثقة عالية جدا فيش انه يضحكوا عليك او يتواجهنو لك او هيك دائما في ثقة بناتنا طب بالنسبة للسوشال ميديا يعني ما شاء الله عليك انشهرت كثير على السوشال ميديا وتحديدا بعد ما اطلقت اونيات اشهد ياليل فكيف تفعل الجمهور معك هل مثلا يعني فيه اوقات ممكن كومنتات تزعجك او كومنتات تشجعك صراحة بهذا المجال فيه اللي بشجعوني اكتر من اللي بيحبتوني يعني فاول انتاج الهو اشهد ياليل كتير الناس حبته وخصوصا انه هيك بردو بيجي شوية فيه تراثي هيك وكمان فيه مصطلحات ولي بيت من ازاز برميش الناس بحجارة وهيك امثال شعبية ايو امثال شعبية فكتير الناس حبته واتفعلت مع الغنوية كتير وصاروا يدولوها وهيكت وصلت لسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى